اشتركوا في القناة الاغلبية او الكثير من الاشخاص اللي طالبوا ان الحلقات تكون منفصلة فحبينا الاسبوع هذا نجرب نزلكوا منفصلة ففي كل حلقة احنا بنحكي برج وطالع يعني هاي الحلقة تصلح للي برجهم الحوت واللي طالعهم الحوت اللي بدي يسمع لطالعوا الاخر موجودة الحلقات كلها صارت نازلة على القناة بقدر يسمعها ويدمج ما بين التوقعات اللي احنا بنحكيها مثلا للحوت لبرج الحوت ولا طالعوا مثلا الحمل او الجوزاء او العقرب او اي طالع اخر بدي نجهم مع بعض فبطلع بتوقعات الشخصية اللي بتناسبو خلال الفترة القادمة طبعا من مساء اليوم الخميس او حتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء فعشان هيك بتنهمكوا بامور او اشياء الهاصلة بالبيت او العائلة اهم شي انكوا في الفترة هاي ما تتهربوا من المسئوليات حتى ولو كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح والتقارب اما انها هاي الفترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج او قلق حول مسألة شخصية من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم هاي الفترة بتقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة اما لتسوية او لا نوع من انواع التعارف او الارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الامور ايضا جيدة يعني هاي الفترة ايجابية لازم تستغلها بكل ثقة وبكل جدية اما من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالاسد ببيت الصحة والعمل فعشان هيك الفترة هاي بتركزوا فيها على العمل والعمل ببدأ بالتراكم عندكم تدريجيا حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغباءكم وراحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت او صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك المعنوية من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء مقابلك مباشرة في بيت الشراكة فعشان هيك في الفترة هاي بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء في العمل او العاطفة يعني ما بين الازواج كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك يعني الكامل في هاي الفترة يعني بكون فيها نوع من انواع الضغط الكبير لانه طاقتكم بتكون نازلة لانه القمر مقابلكم ممكن بعض الاوضاع تكون صعبة او تزداد صعوبة عفا بتكونوا من تبهين وديروا بالكم من العصبية وردات الفعل واستدار القرارات اللي ممكن تكون مش لصالحكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة